هاي يا رجلين، أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب وحشتوني أد الدنيا كلها من الفيديو الفات أخر فترة شفت تعليقات كتير جدا عن شعري وإزاي باهتم بي وإيه المنتجات اللي بستخدمه أخر فترة شفت تعليقات كتير جدا من بنات بيسألوني إزاي بعتني بشعري وإيه المنتجات اللي بستخدمها علشان أخلي شعري يعمل كده وأخلي شعري يطول وأخليه يلمع وكل الحاجات دي والأسئلة دي جاية في وقتها جدا لأن روتين الشعر بتاعي دلوقتي غير روتين الشعر بتاعي اللي عملته لكم زمان 100% يعني غير تماما اكتشفت أخر فترة منتجات كتير جديدة للشعر التجنن وهي دي اللي غيرت شعري 180 درجة النعومة والطول واللمعان والشكل والتقل كل حاجة حرفيا تغيرت فلو حابين تعرفوا إيه هو روتين شعري وإزاي بعمل شعري وبخليه يلمع وبخليه تقيل وبطوله كل الحاجات دي اتفرجوا على الفيديو بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدوا لايك كبيرة وتعملوا سبسكريب في القناة علشان ما يراحش عليكم أي جديد منها ويلا بينا نبدأ الفيديو ده شكل شعري أهو بالظبط أول ما بطلع من الشاور أنا يدوب بس سرحته بالمشت حرفيا ما حطتش عليه أي حاجة مجرد بس أن أنا غسلته بالشامبو والكنديشنر وكل الحاجات دي حبيت أسيب شعري مبلول وأوريكم بالظبط إيه هي الخطوات أو إيه هو الروتين بتاعي أول ما بخرج من الحمام بكون غسلة شعري كويس جدا أنا من البنات اللي ما بحبش أفضل قعدة كده بشعري مبلول لازم أنا شفه يعني مستحيل أعود به كده وهو مبلول وينشف لوحده لما بسيبه ينشف لوحده وهو مبلول كده وما بستخدمش عليه أي حاجة بيبقى عامل كده حرفيا كده شعري بعد ما صبغته بلوند وبعد ما حطيت عليه تشئير وبعد بيوتي ماتش قد اعملت فيه هير ستايلز وقد ايه كل يوم حرفيا كنت محط بسبري الشعر فعلا حسيته تأثر جدا وبقى ناشف جدا وحسيت فعلا أن أنا يعني بوصت شعري بس مع الروتين ومع المنتجات اللي هكلمكم عنها النهاردة دي فعلا قدرت الحمد لله أني أغير شعري وأنه هو يكون طري شوية ويكون أحسن بكتير وكمان يكون بيلمع لأنه صعب جدا أنكم بالشعر البلوند ده تخلوا شعركوا بيلمع وعلى فكرة أبدا مش إعلان علشان محدش يفكر أنه إعلان والله أبدا أبدا مش إعلان الحاجات دي كلها أنا وأختي اكتشفناهم أو خلونا نقول أختي هي اللي اكتشفتهم الصراحة وأنا سرقتهم منها أول حاجة عايزة أكلمكم عنها هو الشامبو ده من OGX ده شامبو بالكوكنات أويل أو بزيت جوز الهند مش عارفة أقول لكم إيه ولا إيه بجد على الشامبو ده أنتوا لو بتتفرجوا علي من زمان أو متابعيني من فترة وتفرجتوا على فيديوهات الشعر اللي أنا كنت عاملها قبل كده هتعرفوا أن الشامبو اللي كنت بعشقه ودايما بيستخدمه هو شامبو بانتين وكنت معلقة عليه فترة كبيرة جدا من حياتي وعلى فكرة الحاجة دي غلط لازم دايما تغيروا منتجات الشعر بتاعتكم لأنه شعركم بيتعود على المنتج فبيبطل مفعول المنتج ده يكون مفيد لشعركم وممكن يضروا وممكن ينشفوا كل الحاجات دي فلازم دايما أنكم تخلوا بالكم الحاجة دي تجددوا دايما في منتجات شعركم سواء سيرم كريم شامبو أي حاجة الشامبو ده يا جماعة غير أنه هو رحته تجنن رحته أناناس مع كوكنات كده فواكه رحته فعلا روعه وبيخلي ريحة شعركم تحفة هو أصلا شامبو معمول خصوصا للشعر الناشف فمصمم أصلا أنه هو يرطب شعركم جدا ويخليه أنعم بكتير بينعم بيرطب بيخلي شعركم يلمع شوية بجد يا جماعة رائع 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 وغير كده رحته بجد يعني تحفة واو بجد رحته كأنه بيرفيوم كأنه كده فواكه اناناس رحته بجد حلوة قوي 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 ده أول بردكت أستخدمه من OGX يعني ما عرفش أصلا لو الشركة دي بتعمل حاجات تانية حلوة ولا لا بس أكيد هستخدم حاجات تانية منهم لأنه الشامبو ده عشرة على عشرة وهو ده شكل الشامبو حتى الإزازة بتاعته حلوة كده وكيوت فده بجد حلو قوي وبعد كده عايز أكلمكم عن الكنديشنر ده ده بلسم للشعر من شركة اسمها مكاديميا مكاديميا هي بالنسبة لي أكتر شركة بتعرف تعمل حاجات للشعر ما تقولوا ليش شركة تانية بجد تنافس مكاديميا بالنسبة لي أنا وعلى فكرة عايز أقولكم أبدا مش إعلان ولا أي حاجة في الفيديو ده زي ما قلتلكو إعلان تقريبا كده كنت معظم حياتي ما بستخدمش بلسم خالص على شعري بس بخسل شعري بالشامبو خلاص أولا لإني بكره جدا ملمس البلسم وإزاي بيلزق في الجسم وما بتعرفوش تطلعوه بسهولة وتاني حاجة لإنه كنت دايما بحس إنه البلسم بيزيد لي شعري عايز أبقى أقولكو إن البلسم ده يا جماعة مش بيعمل كده خالص أحسن حاجة ممكن تعملوها لشعركو حرفيا بجد هي إنه كنت تخدموا البلسم ده عليه مش طبيعي قد إيه بيرطب مش طبيعي قد إيه بيناعم عارفين لما تحطوا حاجة في الشاور وتلمسوا شعركو تحسوا إنه هو زبدة حرفيا ده بيعمل كده طبعا أنا شعري دلوقتي مش زي الزبدة خالص لإني سيبين شفل واحده من غير ما حط عليه كريم وإرطبه فحاول أتكلم بسرعة علشان بجد المنظر ده ما ينفعش ورحتو بجد يا بنات روعة رحتو مش عارفة كده رحتو رحتو حلوة مش عارفة هي إيه بس حلوة قوي يعني بجد الاتنين دول مع بعض مش طبيعي قد إيه بيخلوا الشعر ناعم مش طبيعي قد إيه بيخلوا الشعر رطب وكمان بيتدولوا لمع حلوة قوي وعايز أقول لكم أهم حاجة بالنسبة لي أنا شخصيا إنه شعري بطل يقع أو قل قوي إنه هو يقع يعني أنا شعري زمان كان بيقع كتير جدا بس دلوقتي بجد مع الاتنين دول مع بعض بقى ما بيقعش زي الأول يعني حتى لما بطلع من الشاور بسرحه مش بحس إنه هو بيقع قوي بعد ما بخسل شعري بالشامبو والكونديشنر اللي أنا ورته لكم دلوقتي بحب دايما أعمل هير ماسك أو قناع للشعر أي هير ماسك عندي حرفيا بحطه على شعري مرة أو مرتين في الأسبوع ساعة ثلاث مرات لو ما عندكوش ماسك للشعر وبتفضلوا تستخدموا حاجات طبيعية أكتر ممكن إنكم تعملوا ماسك بزيت جوز الهند حرفين يا جماعة أسهل حاجة ممكن تعملوها في حياتكم مين ما عندوش زيت جوز الهند في بيته زيت جوز الهند كويس جدا ومفيد جدا للشعر بيتقلوا بينعموا بيتطولوا بيخلي في لمع حلوة جدا وزيت جوز الهند برضو حلو جدا لو شعركم متأصف أو شعركم مثلا محروق من صبغة أو أي حاجة ده بالنسبة للروتيني وأنا جوه الشاور لسه باخت شاور لسه بخسل شعري بحط ماسك كل الحاجات دي بعد ما بخرج من الشاور أول حاجة لازم أعملها هي أني أسرح شعري لأنه لو ما صرحت الشعري هيكون خشن جدا لما أجي أعمله بعد كده وبحب أسرحك فرشة شكلها أعمل كده لها بتبقى شوية فيها فراغات لأنها مش بتقطع الشعر خالص بعد ما بسرح شعري لازم 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 بعد الشاور أني أرطبه من أجد المنتجات اللي ضمتهم للروتين الشعر بتاعي وبقوا بجد عشق ومستحيل أستغنى عنهم هو الليف ان كونديشنر أو بديل الزيت ده اسمه كانتو هو ده شكله ده بالشيا بوتر وطبعا كلنا عارفين قد إيه الشيا بوتر فعلا كويسة جدا للشعر عايز أقول لكم أولا إن ده رحته بجد خيالي خيالي واو رحته قريبة شوية للشامبو اللي هو أناناس مع كوكنت بس ده رحته أقوى وأحلى بألف مرة يعني ده وانس إن انتو تحطوه في شعركو وترطبوا بيه شعركو هتفضلوا قاعدين طول اليوم بتشموه قد ما هو بجد رحته تجنن طبعا أنا بحب أحط منه كتير قوي فهاخد الكمية دي وهبدأ أني أحطه على شعري وطبعا كان مفروض أحطه على شعري وهو مبلول أكتر من كده يعني بجد مش عارفة تكلم على رحته ولا النعومة اللي بيعملها لشعركو ولا الترطيب ولا إيه بالزبط حسة إن أنا حطة بيرفيوم على شعري حرفين قد ما ده رحته تجنن وفعلا يا بنات أي واحدة ما عندهاش الكريم ده رايح عليها نص عمرها وطبعا ما تنسوش إنكم لما تيجوا تسرحوا شعركو دايما تبدأوا من تحت وبعد كده تطلعوا الفوق لإنه لما بتبدأوا من فوق حرفين أنتوا كده بتقطعوا فلازم تبدأوا الأول تسلكوا من تحت وبعد كده تطلعوا الفوق هيخد دلوقتي السيروم ده برضو من مكاديميا هو ده شكله اتكلمت عليه قبل كده كتير على اليوتيوب السيروم ده برضو من أكتر الحاجات اللي بحبها لشعري وهيخد منه رشتين بالزبط وبس هحطه على شعري علشان أتأكد إن شعري يكون مترتب كويس وطبعاً الروتين ده مش هيزبط لكل حد لأنه في بنات شعرهم بيزيت في بنات شعرهم دهني فمش هيحتاجوا كل الترطيب ده بس أنا شخصياً شعري بيحتاج ترطيب كبير جداً بعد الشاور لأنه بيبقى ناشف قوي خصوصاً بعد ما صبغته آخر فترة البلونت ده فبقى ناشف جداً فلازم أرطبه بكل الكمية دي ودلوقتي هبدأ أني أنشف شعري بالبلو دراير بتاعي اللي هو تقريباً عمره 2000 سنة بجد قديم قوي يا جماعة ده فعلاً محتاجي تبدل لأنه يعني حتى شكله متبهدل وهستخدم أعلى عرارة عرارة وهستخدم أعلى حرارة أوكي يا جماعة وهو ده شكل شعري بعد ما عملته بلو دراي ونشفته كل حاجة ممكن أسيبه كده وأوقت صراحة بسيبه كده لو مكسلة بس النهاردة هعمله بالستريتنر لأنه بحب شكله أكتر بالستريتنر وبحس أن الستريتنر لو بتستخدمه كويس ولو بتستخدمه الستريتنر الصح بيدي لمعة حلوة قوي لشعركو هو ده الستريتنر بتاعي اللي بستخدمه من بيبي ليس وبحبه جداً أولاً لأنه مش بيقطع الشعر وتاني حاجة لأنه بيدي لمعة تجنن لشعري وأظن أنه هو ده السر وراء لمعة شعري لأني ما بعملش أي حاجة تانية بصراحة فهشغله وهحطه على آخر حرارة اللي هي 230 وهسيبه يسخن شوية مع أنه بيسخن بسرعة قوي وهو بيسخن هبدأ أني أجزأ شعري وبحب الأول أني أبدأ من تحت هنا وبعد كده أبدأ أني أعمل اللي فوق وقبل ما أعمل أي حتى بحب الأول أني أسرحها علشان أتأكد أن هي ستريت وهعيد دلوقتي نفس الخطوات على شعري هاخد حتى صغيرة أسرحها وأعملها وهكذا لحد ما رأسي كلها تخلص حلوة رأسي كلها تخلص دي بس عميز اوكي جايز انا كده خلاص خلصت شعري بس انا بعشق الشعر الكيرلي والويفي وكل حاجات دي بس الشعر الستريت الشعر الستريت بجد اي لوفيت لو شعري لسه محتاج شاين او لمعة شوية او ترطيب زيادة فوق اللي انا عملته كله بحط السيرم ده اللي هو نوفرس سيرم السيرم ده بيحافظ جدا على شعرك انه هو يفضل مفروض بس انا شعري نهاردة مش حاسة انه هو محتاج سيرم خالص لانه قردي في لمعة وقردي حطيت عليه كريم ورططته كويس والسيرم وكل الحاجات دي في حاجة كده صغيرة قوي بحب اعملها دايما بعد ما بخلص شعري بحب اخد فرشة اي فرشة شعر واي برفيوم انتو عايزينه اي ريحة انتو عايزينها براحتكو وبرش على الفرشة شوية من البرفيوم وببدأ اني اصرح شعري والحركة دي يا بنات هتخلي شعركو ريحتو تجنن طول اليوم حرفيا في بنات كتير بتسأل انه روان ازاي انت بتعملي شعرك كتير قوي بس مش بيتقصف مش بيقع الحمد لله يا جماعة لانه انا برطبو كويس جدا ودايما بسرح شعري دايما سرحوا شعركم الصبح بالليل قبل ما تناموا اول ما تصحوا دايما سرحوا شعركو دايما رطبوه دايما حافظوا عليه ولما تيجوا تربطوه ما تربطوهوش بالاساتك الصغيرة دايما ارتبوه دايما اربطوه بالسكرانشيز هوريكو دلوقتي شكلهم ربطوه دايما بالتوكة لشكلها عامل كده لان دي بتحفظلكو على شعركو لا بتقطعو ولا بتكسرو ولا حتى هتديكو التانية اللي احنا مش عايزينها دي يعني انا مثلا لو عاملة شعري كده وربطت شعري بالتوكة دي شكله مش هيتغير خالص والستايل بتاعه مش هيبوز فدي من اهم الحاجات اللي لازم تبقى عند كل البنات بلاش تربط شعركو بالاساتك الدايقة الصغيرة دي لانها بتقطع الشعر وبتقصفو جدا فوق ما انتو تتصورو حتى لو بتعملو شعركو بالستريتنر او بالسشوار او اي حاجة من الحاجات دي دايما لازم تهتمو بترطيب شعركو الترطيب يا جماعة الترطيب ثم الترطيب بتحصل من عدم الترطيب ترطيب الشعر والماسكس هم اكتر حاجة بجد بتطول الشعر بتخليه يلمع بتخليه هلثي او صحي الشعر اللي مش مترطب بتلاقوه متقصف من تحت وحالته حالة بجد ما شاء الله شعر يطول جدا عن زمان وبقى صحي اكتر وبقى ناعم اكتر كل ده لاني دايما بهتم بيه دايما برطبو دايما بعملو ماسكات او بتعملو شعركو وحش او تهملو لانه والله الشعر بيتأثر طول ما انت بتهملي شعركو مش بترطبيه ولا بتهتمي بيه فعلا هتلاقي النتيجة دي طلعت عليه وهتلاقي ان هو بقى بيقع بقى بيتقصف بقى خشن كل الحاجات دي وبس يا بنات هو دا كان روتين الشعر بتاعي ازاي بعمل شعري بخسله بايه باستخدم ايه كل الحاجات دي اتمنى يكون الفيديو دا عجبكم وتكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا بيه وسيبولي تحت في التعليقات ايه هي اكتر حاجة بتحبوا تستخدموها لشعركم سواء منتج او حاجة طبيعية وبس جايز بحبكوا ادى الدنيا كلها thank you so much for watching وهشوفكم في كل الفيديوهات الجاية باي جايز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة